شكراً للزميل العزيز كريم أحمد ومن كريم نروح لفاروق صلاح من ملعب برا ونشوف آخر الأجواء هناك مساء الخير يا فاروق آخر الأجواء عندك كل التحية لك كابتن أيمن وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان واحدة من مباراة المهمة ملاقات الأهلي والترسنة في دورة 16 لكأس مصر البطولة الغائبة على النادي الأهلي في آخر ثلاثة ثنوات نقدر نقول حلم من التركيز من عبねぇ ناد الأهلي على ضرورة الفوز في هذا اللقاء وعدم الاستهانة بفريق الترسنة وعدم النظر للموقف فريق الترسنة في دوري الممتاز بها عبテ الناد الأهلي عندها جدية عندها تركيز من أجل أحراز ثونئية بياه كأس مصر مع بطولة الدوري وزي ما انت تعايفك كابتن أيمن وزي ما كلنا تعودنا في النادي الأهلي إن النادي الأهلي تصريعاً بتقفص صفحة الدوري بتبدأ التركيز في صفحة البطولة الأخرى الحماس عند مجموعة اللعبين الناشئين واستغلال فرصة إراحة بعض العناصر الأساسية في الناد الأهلي يعني زي علي معلول ومحمد الشناوي ووليد سليمان وإحمد الشيخ وصابت طبعاً غياب عمر السلية لغيابه للإقاف وآيمن أشرف وأيضاً صابت رامي ربيعة دي أبرز الغيابات الناد الأهلي ولعبة الناد الأهلي للناشئين بتحاول تستغل الفرصة النهاردة فرصة مواتية لمصطفى شوبير حارس الفريق الناد الأهلي حارس الشباب الناد الأهلي أنه النهاردة يكون أول مباراة رسمية لمصطفى شوبير وهي أيضاً وجود حمزة علاء حارس مارمى منتخب مصر للشباب موليد 2001 وأيضاً وجود عربي بدر ومحمد شكري ومحمد فخري مجموعة من اللعبين الناشئين هيحاول النهاردة مستر رني فايلر أنه يستغلها في اللقاء طبقاً لصروف وتصير اللقاء من الأمور المهمة جداً برضو لأننا عايز أتكلم عليها كابتن كابتن أيمن فريق الترسنة كانت آخر مواجهة ما بين الأهلي والترسنة كانت الموسم الماضي كانت في دور الـ 32 لكأس مصر وكان فز الناد الأهلي بصعوبة على فريق الترسنة بثلاثة أداف مقابل هدفين فريق الترسنة كان صعد لدور الـ 16 بعد فوزه على فريق أمبي وإقصاء فريق أمبي برقلات الترجيح ودي من النقاط المهمة تعرف كابتن أيمن أن مباريات الكأس دايماً بتحمل المفاجآت بتحمل مبارات غير مضمونة لكن العبت الناد الأهلي عندها التركيز عندها الجدية للفوز بهذا اللقاء يعني من دقيق كان وصول لطاقم تحكيم هذا اللقاء اللي هي يدير هذا اللقاء ومراقب لجنة الحكام كابتن محمد يواء الديني النهاردة بيدير طاقم تحكيم في هذا اللقاء الكابتن أحمد جمال حكم مساحة مساعد أول محمد عبد السميع مساعد ثاني خالد رمضان الحكم الرابع محمد محمود حكم الفيديو محمد عباس مايو وحكم مساعد فيديو صبري إبراهيم دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من داخل استاد الأهلي والسلام نتمنى كل التوفيق طبعاً يا كابتن أيمن للعبت الناد الأهلي في هذا اللقاء والصعود لدور الثمانية أنا موجود معك يا كابتن أيمن لو في أي استفسار أو أي تساؤل شكراً جزيلاً زميل عزيز فاروق صلاح